بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أفضل الصلاة أتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا متقبلا برحمتك يا أرحم الراحمين واجعل ما علمتنا وما تعلمنا حجة لنا ولا تجعله حجة علينا وأنت أكرم الأكرمين وبعد إذن نحن في المحطة الثالثة لسيدنا يوسف خلال حياته المفعمة بالأحداث وهي السجن في هذه المرحلة قال تعالى ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما يعني أقول لكم ماذا سيقدم لكم من الطعام غدا اليوم أقوله ذلكما مما علمني ربي هذا بعض علم الغيب الذي يعلمه الله لمن يشاء من عباده علم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة آباء إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيئا ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خيرا أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم آباءكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون يا صاحبي السجن شوف النداء في تعطف في تودد في محبة يعني نحن جميعا في السجن صحبتنا كانت في هذا السجن نعين بعضنا بعضا يرحم بعضنا بعضا يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان وقال للذي ظن أنه ناجم منهم اذكرني عند ربك عند ربك يعني عند سيدك الذي ستعود إليه معذذا مكرما بريئا من التهمة التي ألثقت بك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين إذن تحقق ليوسف ما أراد ونجى من مكر النسوة جميعا ودخل السجن وفورا ربنا قطع المراحل وقص علينا كماذا حدث معه في السجن مع هذين الرجلين قال ودخل معه السجن فتيان كلمة فتيان ما تدل على أنهم صغار ولكن تدل على أنهم قويين جلدين لا زالوا شغل فتوات ما شغل هرم وضعف وعجز ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أرى فورا حدثوه بمنامين وبرؤية رأوها كل واحد منهما في منامه لماذا ذهبوا إلى يوسف تحديدا ماذا عرف السجناء عن يوسف حتى أصبحوا يلجأون إليه في تأويل الأحاديث قال الجواب في آخر الآية إنا نراك من المحسنين يوسف في السجن كان من المحسنين وهو العزيز مصر إنا لنراك من المحسنين لم تغير طباعه تغير أحواله في السجن مظلوم الواحد بيكون زهقان ما طايق يتحدث مع أحد يعني زي ما تقول زهقان من نفسه ذاته لكن يوسف ليس هكذا إنا لنراك من المحسنين رأوه كيف يعامل السجناء بمعامل مختلفة يبتسم في وجوههم يؤثرهم بالطعام يؤثرهم بالمكان يخفف عنهم الأحزان يواسيهم فيما يأتيهم من عقوبات أو من أخبار مزعية هذا هو المحسن فلما رأوا يوسف يتصرف هكذا مع المساجين علموا أنه ليس مثلهم هذا يا أخي ما عامل أي جناية ولا متهم هذا جاي كده ساي وكم في السجون من أبرياء كان ولا زال وسيبقى فتوجهوا إليه دون غيره قال أحدهما فورا إني أراني أعصر خمرا الخمر يعصر ما الخمر هو العصير لكن هذه فيها بلاغة وإيجاز وحذف كلام مقدر يقدره العاقل بفتنطه يعني إني أراني أعصر عنبا وأخمره ليصبح خمرا فاختصروا العبارة إني أراني أعصر خمرا كما يقول العرب زمان رعيت الغيس الغيس المطر وهل يرعى المطار هو يقصد رعيت أغنامي أو إبلي حيث نبت الكلأ بسبب الغيس فاختصر كل هذه العبارة قال لك إيش رعيت الغيس الغيس فصار في عنا جملة محذوفة تقدرها معنى في عقلك ليستقيم اللفظ الخمر لا يعصر إذن إني أراني أعصر عنبا ثم أعالجه ليصير خمرا فاختصر وقال إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه أنا أرى الطير يجتمع على رأسي يأكلون خبزا من رأسي يعني طعامهم يأخذونه من رأسي المكان وهنا ربنا سبحانه وتعالى أغفل ذكر اسم هذين ونادرا ما القرآن ما يذكر اسم دائما يذكر ما يشير إلى الاسم لكن لا يذكر الاسم ليعلمنا أن العبرة في القصة بالحدث وليس بالأشخاص إذا كان الأشخاص في ذكرهم فائدة يذكرهم ما في فكرهم هلأ كثير ناس عندهم اهتمام بجزئيات العلم وترك الأساسيات بده يعرف من هو الأول ويبحث في التفاسير لا أخي شو بدق فيه طبعا الرواية المشهورة هنا في كتب التفسير أنه الأول كان طباخ الملك والثاني كان ساقي الملك وكلاهما اتهما بأنهما يتآمران على الملك ليطعماه أو يسقياه السم ليموت فأمر بهما إلى السجن حتى يستكمل التحقيق ويتبين أيهما المجرم وأيهما البريء أثناء وجودا في السجن رأوا كل واحد منهم رأى هذه الرؤية نبئنا بتأويله وحتى لا يستفسر يوسف فيقول لماذا جئتم إلي لم تذهبوا إلى أحد إنا نراك من المحسنين توسمنا فيك أنك مختلف عننا أنت لا تشبهنا أنت تعاملك مع الآخرين يختلف عن تعامل كل واحد منا مع الآخرين وهكذا ينبغي أن يكون المسلم في فقره محسنا في غناه محسنا في شدته محسنا في رخائه محسنا يوسف محسن في كل الحالات مع من أساء إليه من أخوته كان محسنا مع هذه امرأة العزيز بعد أن تابت واعترفت بزنبها وآمنات كانت محسنا والروايات كلها تذكر أنه تزوجها فيما بعد كان محسنا مع الجميع عليه السلام فهنا يوسف عليه السلام قبل أن يجيبهم أكد لهم أنني مع الإحسان الذي رأيتموه في أنا عندي علم علمني إياه الله وقد أصبتم في أن تأتوا إليه قال لا يأتيكم طعام ترزقانه إلا نبأتكم يعني إن شئتم بتأويله قبل أن يأتيكم أنا أخبركم ماذا تأكلون غدا وهذه من معجزات سيدنا عيسى وأنبئكم بما تأكلون وما تدخلون ذلك ما مما علمني ربي لأنهم كانوا على ملة كفر فأراد أن يعمل بالدعوة إلى الله في السجن الدعوة إلى الله لا يتوقف عنها النبي أو المؤمن في أي حال كان فيها يا أخي في السجن هو مشغول بقهره بعذابه يشتغل في الدعوة حتى في السجن مما روى أصحاب السيار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما خرج من مكة إلى المدينة مهاجرا ومعه دليل على الطريق الدليل الذي يعرف طرقات الصحراء حتى لا يسلك الطريق العادي التفت إلى رسول الله وقال يا رسول الله هنا في هذا الوادي مجرمان عتيدان يقال لهما المهانان لأنهم لا يتورعون عن سرقة كبير وصغير امرأة أو طفل يعني تأفيين حقيرين كثير وإن شئت مررت بك من خلف الوادي فقال صلى الله عليه وسلم مر بي عليهما لا 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 أخذني إليهم إنسان مهاجر قريش تطلبه تضع على رأسه حيا أو ميتا مئة ناقة وعلى صاحبه مئة ناقة فهذا الآن يشتغل بالدعوة إلى الله لكنه الرسول وما أرسلناك إلا رحمتان للعالمين هذين اللصين مش من العالمين قال فذهب إليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فما زال يدعوهما ويكلمهما ويقرأ عليهما القرآن حتى أسلما وشهداء لا إله إلا الله وأن محمد رسول فقال صلى الله عليه وسلم انتهيا عما أنتم عليه سرء ما في خلاص فإذا سمعتم بي ظهرت على قومي فأتياني في المدينة وأنتم الآن المكرمان ولستم المهانان نقلهم من الظلمات إلى النور من الإهانة إلى الكرامة هكذا فعل سيدنا يوسف وكل الأنبياء وكل المؤمنين قل هذه السبيل قل هذه السبيل أدعو إلى الله على بصيرتين أنا ومن اتبعني أتباع الرسل كالرسل في الهمة في الدعوة إلى الله ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون أهم قضيتين تركز عليهما للكافر الإيمان بالله وحده واليوم الآخر واتبعت ملة آبائي أنا لست الوحيد ولست الذي اخترع هذا الطريق أنا قلدت واتبعت من سبقني من الأنبياء هم آبائي ولي الفخر واتبعت ملة آبائي ملة أي طريقة وسنة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء نحن عبيد ذلك من فضل الله علينا أن هدانا للتوحيد وعلى الناس هداهم وأرسل إليهم الرسل ولكن أكثر الناس لا يشكرون ثم بدأ يدلل لهم على أن هذه الآلهة التي يعبدونها لا تسمن ولا تغني من جوع وليست آلهة حقيقة يا صاحبي السجن أأربابا متفرقون خيرا أم الله الواحد القهار أحد المشركين جاء إلى رسول الله أراد رسول الله أن يدعوه إلى الله قال له يا فلان كم إلها تعبد قال له ستة في الأرض وواحد في السماء لا حول ولا قوة إلا بالله قال له طيب إذا افتقرت وأردت الغنى فممن تطلب قال له من الذي في السماء قال له إذا مريضت وأردت الشفاء فممن تطلب قال له الذي من السماء الذي في السماء إذا أردت إذا أردت إذا أردت الذي في السماء قال له لا تجد الخير إلا عنده فعلى ما تعبد غيره دقي شوه العقل هذا ستة بالأرض واحد بالسماء بس كل شي متعلق بالليمين يلي بالسماء طيب هدول كان ايش فأتهم ليش يعني أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنت سميت آلهة لكنه هو حجر لا يضر ولا ينفع ليش يعني نحن أرباب كلما سمينا الإنسان بشغل هلأ أنا بقول عن أخي فلان أنت ملك الملوك يعني صار ملك الملوك لا ذال اسمه فلان وظيفته فلانه ليس كل ما قلته يكون حقا لكن الله إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون أما نحن ما آلهة ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم سميتموهم آلهة أما هم ليسوا بآلهة سميتموها أنتم آباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان هم ليس عندهم تفويد من الله أنه جعلتكم نوابا لي في الأرض إن الحكم إلا لله وحده أمر أن لا تعبدوا إلا إياه دي صيغة مبالغة للأستثناء ما قال أمر أن تعبدوه وحده أمر أن لا تعبدوا لا عبادة لأحد إلا إياه نحن شهادة التوحيد تبعنا شو نفي بعده إثبات لا إلهة هذا ليكون أقوى في الإثبات نفيت كل أولوهية إلا أولوهية الله لا إله ولا معبود بحق إلا وهكذا فعل هنا سيدنا يوسف أمر ما قال أمر أن تعبدوه وحده قال أمر أن لا تعبدوه إلا إياه نفيون بعده استثناء هذا منتهى الحصر ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون بعد أن أعطاهم هذه المحاضرة القيم عن التوحيد وعن الدين القيم وعن ملة إبراهيم وإسحاق ويعقوب ودلهم أولا على الطريق السوي الذي فيه سعادتهم في الدنيا والآخرة عبر لهم الرؤيا يا صاحبي استجن أما أحدكما ولم يعينه لكن من مفهوم الكلام هو اللي قال أعصر خمرة أما أحدكما فيسقي ربه خمرة سيخرج بريئا ويعود مكرما إلى وظيفته السابقة أن يكون ساقي الملك وأما الآخر فيصلب ستتأكد عليه التهمة أنه أراد أن يسمى الملك فيصلب ويترك وقت طويل حتى تأكل الطير من رأسه يعني من جيفته كلها وخاصة رأس اللي رأى تأكل خبزا تأكل الطير منه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان يعني لا يمكن العودة عن هذا المصير الذي قلته لكما هذه رؤيا حق وتعبيرها حق وستحدث في أرض الواقع بحق لأنه ذكرت روايات ولا أظن لها صحة أنه هدول الاثنين كانوا عم يمزحوا هن لا شافوا رؤيا ولا شيء لكن أرادوا أن يختبروا يوسف فقال لهم قضي الأمر الذي فيه تستفتيان يا أخي عم نمزح عم تمزحوا ما عم تمزحوا قضي الأمر الذي فيه تستفتيان انتهى الموضوع هاي قضي الأمر الذي فيه تستفتيان هاي زيادة من عند سيدنا يوسف بما أعلمه الله من الغيب وفعلا أحدهم خرج وصلب وقتل والآخر عاد إلى مكانته معززا مكرما مقربا من الملك ساقيه في أوقات الصفاء وهنا سيدنا يوسف خالف التوكل المحض وهي عمليا ليست مخالفة لأن اتخاذ الأسباب نحن مأمورين بها لكن الأنبياء لهم مقام عالي جدا 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 يجب أن لا يلتفتوا إلى الأسباب نحن صنة نبينا أن نلتفت إلى الأسباب ولا نعلق قلوبنا إلا بالله وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك يا يوسف تطلب الفرج من غير الله تقول لهذا الذي نجى اذكرني عند الملك قل له في السجن رجل منسي بريء ألقي فيه في السجن من غير جريرة لعله يخرجني وقال للذي ظن كلمة ظن في القرآن غاربا ما تستعمل لليقين لأنه قبل قليل شؤل سيدنا يوسف قضي الأمر الذي فيه تستفتيان يعني قطعا هذا هيموت وهذا هيرجع ساقي الملك لماذا قال هنا الذي ظن ظن غلب على ظنه أو تيقن وكثيرا ما يستعمل الظن في القرآن بالغيقين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون يظنون يظنون ظن لا الذين يتيقنون اذكرني عند ربك ذكره بقضيتي قل له أن يبحث عن أمري ويحقق العدل في قصتي فعاتبه ربه تطلب النجاة من غيري وين إياك نعبد إياك نستعين فأنساه الشيطان ونسب الله ذلك للشيطان لكن هو بأمر الله ذكر ربه يعني ما تذكر يوسف فلبس في السجن بضع سنين والبضع في اللغة العربية من ثلاثة إلى تسعة وأرجح الروايات أنه مكس سبع سنوات سبع سنوات بعدها القصة يا ترى في مدة قبلها القصة ولا ما في مدة خلينا أقول سبع سنوات ولا اختار ما هذه الدنيا التي يسجن فيها الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم سبع سنوات ظلما وتعدي بغير حق لذلك لا تهتم للدنيا وما يحدث لك فيها ضع عينيك على الآخرة فالآخرة هي دار الحق طبعا مميعي تهم للدنيا لكن لا تهتم لما يحدث فيها خسارة فقدان حبيب يا أخي هذا حال الناس إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون قال فأنساه الشيطان ذكرى ربه فلبس في السجن بضع سنين لا تطلب إلا من الله الذي نجاك من الجب هو الله يا يوسف الذي جعل عزيز مصر يشتريك هو الله دون غيره من أهل مصر وما أكثرهم ساق العزيز ليشتريك لتكون مكرما الذي آتاك الحكم والنبوة هو الله الذي صرف عنك كيدهن وأدخلك السجن هو الله بطلب منك إذا من يخرجك من السجن؟ الله لماذا طلبت من غيره؟ الطلب من غيره كونه سبب ليس بمعصية أصلا لكنها صورة لا تليخ بمقام يوسف العالي وقديما قالوا حسنات الأبرار سيئات المقربين أوضح لكم الموضوع بمثال أختم به لو أن إنسانا عاديا أول ما التزم قال أنا أصلي ركعتين في الليل هذه حسنة ولا لا لكن إنسان عابد وعالم جليل وقال أنا أصلي ركعتين هذه بحقه شو؟ سيئة حسنة هذا ذاتا هي سيئة بالنسبة لهذا لمقامه العالي فهذه ليست معصية وكل ما ورد عن الأنبياء أنه أخطاء أو معاصي هو صورة معصية حقيقة ليس معصية ولكنهم لمقامهم العالي عوتبوا على ما وقعوا فيه فلبس في السجن بضع سنين وفي هذا القدر كفاية وصل الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين الفاتحة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة